يا أهلا وسهلا بكم النهاردة بنتكلم عن سؤال كم مرة بالنسبة للتأكيد اليدوي كم مرة يعني أطعم الفروخ وأكل الزغليل والفروخ الطعام طبعا إحنا كلمنا في فيديو سابق عن موضوع السرلاك وقلنا طبعا أننا الأفضل أننا نبتعد عن السرلاك وأننا ممكن نجيب وجبات اللي هي بتبقى جهزة زي مثلا نستر ميكس أو أي نوع من الوجبات اللي هي المفيدة طبعا بنقول أن أنت بتطعم الفروخ يعني على حسب الحجم طبعا فيه واحد مثلا بيأكل تأكيل يادوي مثلا للفشر لعصفور الفشر أو لعصفور الكوكتيل طبعا بيختلف تبع الحويصلة فطبعا أنت لما يكون معك مثلا زغلول لسه صغير الحويصلة بتكون صغيرة الحويصلة بتكون صغيرة فأنت بتضطر أن أنت تأكله يعني أكتر من مرة خلي بالك كويس جدا ما تدخلش أكل على أكل يعني فيه ناس مثلا ما عندهاش خبرة بالتأكيد اليدوي فيفضل يعني مثلا الحويصلة ملانة بالطعام فهو بردك يأكله بردك ويزود الأكل فده طبعا ممكن يعمل المشاكل فطبعا أنت ما تدخلش أكل على أكل فكل ما الحويصلة تفضل اديله فده طبعا التأكيل يادوي ده بيأخد مجهود كبير جدا بالذات طبعا لما بيكون العصفور صغير يعني كل ما يكون البغبغان كبير هتلاحظ أن الحويصلة بتاعته بتكون كبيرة وكل ما البغبغاء بيكبر كل ما البغبغاء بيريحك يعني مثلا ممكن تأكله مثلا مرتين ممكن بعد كده تأكله مرة واحدة بس في اليوم إنما بخلاف لما بيكون صغير يعني لما بيكون صغير بيكون الحويصلة صغيرة فأنت بتضطر أن تأكله يعني أكتر من مرة وكمان العصفور الزغير زي العصفور مثلا الكوكتيل أو الفشر ده بيأخد منك مجهود كبير جدا في التأكيل اليدوي لأن الحويصلة بتاعته بتكون صغيرة طبعا أنا بعرف يعني بعرف نوع الأكل اللي معايا جيد الوجبة اللي أنا بيشتريها للبغبغوات طبعا بعرف أن هي وجبة جيدة من نمو الفرخ يعني الفرخ طبعا بينمو بشكل يعني كويس جدا فأنا مفروض أن أكون بتابع يعني أتابع مثلا مراحل هتلاقي على اليوتيوب مثلا مراحل نمو الكاسكو أو مراحل نمو الكوكتيل فهشوف مثلا الكوكتيل مثلا على اليوتيوب مثلا اليوتيوب مثلا في اليوم مثلا الثلاثين أو في اليوم الخمستاشر حجمه قد إيه وقارن دوت بالحجم اللي موجود معايا فما ينفعش إن أنا أجا بصة لاقي إن الفرخ ما بينموش ولاقي إن ما فيش الريش ما بيطلعش ولاقي إن فيه تأخر في عملية النمو ده كله بيدلك على إن الوجبة اللي أنت بتطعم بيها الفرخ وجبة نقصة في عناصرها الغذائية فطبعا الوجبة لما بيكون دسمة وجبة مفيدة فبتلاحظ إن فيه نمو سريع بتلاحظ إن الريش بيطلع بسرعة جدا بتلاحظ إن الريش زاهي ولامع وبراق فيجب إن إحنا نكون عندنا خبرة كويس جدا بموضوع الوجبة وموضوع التأكيل ولو ما عندكش خبرة هتلاقي برضك في فيديوهات وممكن إحنا إن شاء الله ننزل فيديوهات عن طريقة التأكيل اليدوي والسلام عليكم ورحمة الله